الفكر العربي وسوسيولوجيا الفشل حالة الفكر اليساري مثالاً فكر الأمة سؤالان منهجيان أساسياً متى نقول إن لأمة أو لقطاع منها فكراً؟ وما منهجنا لدراسة ونقض هذا الفكر الاجتماعي؟ بداية الفكر هو الفاعلية الجدلية بين الذات أي الإنسان المجتمع والموضوع في تشابك لنفصام بينهما حيث لا فكر بدون مجتمع في التاريخ ذلك أن الإنسان لا يفكر إلا في المجتمع وفكر المجتمع حصاد تاريخية الفعل أو النشاط الاجتماعي وهكذا يكون الواقع الموضوعي متحداً مع النشاط الإنساني الاجتماعي ويشكلان معاً كلاً واحداً لاحتمالات حركة لا حصر لها وهذا النشاط بحكم كونه كذلك هو نشاط معرفي يتكامل الإنسان المجتمع من خلاله مع العالم وهو نسق غير منغلق بحكم دينامية النشأة والتكوين والطراض الفعل إذ حين يتوقف الفعل المجتمعي عن الاضطراض والتجدد يتوقف بالتالي عن توليد معارف جديدة وينغلق النسق المعرفي بعد أن تنقطع صلته بالواقع ويغضو أيديولوجياً ولكن في حالة الفعالية النشطة المتبادلة بين الفعل والفكر على المستوى الاجتماعي فإن الفعل يتجدد ويكون الفكر ابتكاراً مضطرداً أو لنقول يكون الفكر دائماً ابتكاراً جديداً وفاءاً لمقتضيات الفعل المجتمعي الهاذف العقلاني وهكذا يكون الفعل والفكر المجتمعيان سدى ولحمة الوعي التاريخي الجمعي وأساس الانتماء والتلاحم على الصعيد الاجتماعي والصياقة المشتركة لصورة المجتمع بين أبنائه في حركته المستقبلية ذلك أن الفعل والفكرة هم المشروع الوجودي الجمعي فمثلما لا يوجد فكر بدون مجتمع كذلك الفعل إن فكر الأمة ليس حاصل تراكم فكر أفراد وكذلك نشاط الأمة أو الفعل الانتاجي هو فعل جمعي في تناسق وهو مناط ومجل التفاعل الاجتماعي الذي هو علة ترصيخ الروح الاجتماعية أساس التضامن الجمعي ومن ثم فإن فكر الأمة هو حاصل فعل أو نشاط مجتمعي انتاجي مترابط في التاريخ والواقع الراهن مستشرفاً للمستقبل ويتعطل فكر الأمة حين تتعطل هذه العناصر أي حين يتعطل الفعل المجتمعي الانتاجي المضطرد ويعيش أفراد المجتمع أسرى وعي زائف وواقع يغلب عليه طابع النمطي والتكرار العشوائي الذي لا يلد جديداً وهذا وضع أدنى في سلك التطور الارتقائي وأقرب إلى المستوى الحيواني إذ إن أهم ما يميز الإنسان أن الإنسان المجتمع ينتج حياته اجتماعياً وهذا هو ما نسميه الحضارة في تطورها بوشهيها المادي والثقافي وإنتاج الحياة هو مصروع وجودي ينطوي على ابتكار متجدد آليته التغير كشرط أساسي للتكيف ولهذا فإننا حين نتحدث عن فكر الأمة فإننا نمايز بين مستويين موجودين دائماً في تناقض جدلي وحركة ثقافة معاشة موروثة تعتمد لاضطراض النمطي أو المحافظة والاستقرار أو السكون ثقافة لا ترى الوجود ابتكاراً أو لا ترى فيه جديداً بل ترى مستقبلها في ماضيها في بقاء البنية الاجتماعية على حالها وعلاقتها وتقف حائلاً وعائقاً دون أي حركة أو تغيير وفكر هو ابتكار وتجدد وتغيير متلاحم مع بنية المجتمع الإنتاجية وصولاً إلى التكيف مع مقتضيات الواقع الذي هو عالم من صنع الإنسان وبذا يكون الوجود المجتمعي دارما حية دافعة أبطالها أبناء المجتمع ويكون هذا الفكر فكراً تاريخياً يعي التاريخ في كليته وحركيته كما يكون واقعياً إذ يعي الواقع في ديناميته وتناقضاته ويكون ثالثاً مستقبلياً إذ يعي وجهة الصيرونة الاجتماعية وتأسيساً على اقتران الفعل والفكر في علاقة جدلية هي حركة أو تغير مضطرد يلتمس التكيف فلابد أن يكون الفكر المجتمعي فكراً أو وعياً نقدياً ذلك لأن العلاقة الجدلية تقتضي بحكم اتراضها ما يمكن أن نسميه التغذية المرتدة في دينباك التي هي مراجعة مستمرة بين الممارسة والنظر بغية مواكبة الواقع في حركيته التاريخية ولهذا يكون فكر الأمة في وضعه الأمثل وعياً نقدياً ناقداً لمعوقاته ولقيود الحركة ولأسباب التجزئة التي تحول دون كلية النظرة وشمولها ويكون ناقداً للغير وللأنا بحكم علاقة التفاعل الاجتماعية وناقداً للبنية الذاتية ولبنية الآخر ووعياً بصورته والصورة الآخر ثم أخيراً إنه فكر إنساني منفتح غير منغلق يتحرك تاريخياً في صورة أنساق من نسق إلى آخر أكثر تهيئاً لتحقيق التكيف والمواكبة المتبادلة بين الفعل والفكر المجتمعيين إنه فكر ملازم للتطور ومحرك للتاريخ وأخيراً إنه فكر يتصف بالشمول والكلية أعني نسقاً شاملاً مختلف أنشظة المجتمع في تكاملها الدينامي من هنا نقول إن الأمة تفكر لنفسها وبنفسها أي يكون لها فكر مستقل ويتوفر لها ركن من أركان الإرادة الجمعية حين تعي ذاتها التاريخية في استجابة لتحديات مفروضة من خلال عمل جمعي هو مشروع عمل مستقبلي تحقق من خلاله وجودها الحي المضطرد وضمان الطراد الفعل والتكيف رهن الوعي النقدي للفعل وللفكر معاً على الصعيد الاجتماعي ومن ثم يكون لتيارات الفكر الاجتماعي على تعددها وتباينها محور تدور حوله وتصب فيه جهودها ألا وهو مشروع العمل الاجتماعي الضامن لحركة النسق الاجتماعي والمعبر عن أصالة المنبع والمصير وتشكل مؤسسات الثقافة والعلوم في المجتمع الرأس أو العقل المدبر والمنسق على أساس عقلاني ناقد يصوغ الإطار المعرفي القيمي إنها تعي مبكراً المعوقات المعرفية لحركة الابتكار المجتمعي وتعيي الإشكاليات والتحديات المطروحة التي يلزم مراجعتها وحسمها جدلياً وهي ضمان أن يكون فكر الأمة تجسيداً لإنجازات علوم العصر باعتبارها نشاطاً مجتمعياً منهج نقض الفكر الإنسان المجتمع هو الذي يفكر وليس الآن الفرد ذلك لأنه لا يوجد إنسان يفكر بدون مجتمع وقد سقطت أسطورة الإنسان المعلق في الفضاء والكجيت الذكرتي وكذا ليس الذي يفكر عقلاً محضاً أو مفارقاً فالعقل ليس كينونة مستقلة العقل ليس هنا ولا هناك إنه ليس في أي مكان وهو في كل مكان في الإنسان المجتمع إنه السلوك الكلي الذي يتطور ويتقدم كوحدة في الزمن إنه الدائرة التفسيرية الشاملة للمخ والحواس والتجربة الشعورية وهو الوظيفة والمجتمع والتاريخ والنسق البيئي إنه الإنسان المجتمع أو الوجود الإنساني الاجتماعي في التاريخ ليشكل هذا كله ما يسمى المحيط العقلي نوصفار الذي تصدر عنه أفعال الإنسان وهو المسؤول عن تحويل بعض نظام العلامات الكونية عبر الجهاز العصبي ومن خلال الفعل في الصياق الاجتماعي إلى نظام علامات التجربة المعاشة إنه فكر في التاريخ ومرجعيته ليست مفارقة بل في علاقته الجذلية بالفعل أو الواقع مجل النشاط الإبداعي والفكر الاجتماعي ليس أفكار أفراد وليس تراكما عدديا بل أنساق ولهذا ننشد دائما الأبنية أو الكليات وهو في حركته التاريخية يتحرك من نسق إلى نسق والنسق الجديد يتجاوز القديم وإن احتوى ليحدث قطيعة معرفية مع القديم ومن ثم فإن النسق بنية متراكبة الطبقات تاريخيا لها نشأة وتكوين وتاريخ في تلاحم مع الفعل الاجتماعي كدالة له ومعنى هذا أيضا أن البنية ليست قدرا محتوما ونسقا مغلقا بل نسق تاريخي متغير ولكنها أيضا ليست نسقا متغيرا حتما تلقائيا وإنما الأمر رهن حيوية العلاقة الجذلية بين الفكر والفعل الاجتماعيين إن قد تكون علاقة التفاعل والتغير بالسلب مع حالة الخمول والتوقف عن الفعل المجتمعي وقد تكون بالإجابة مع التفاعل الاجتماعي الإبداعي النشط الذات تفكر حين تفعل والفعل الفكر في وحدة جدلية والذات في كليتها وشمولها وتاريخها موجودة في الفعل وفي المعرفة دلالة على وحدة الذات والموضوع في جدل مشترك وتأسيسا على ما سبق فإن نقضى الفكر الاجتماعي ينبغي أن يتناول الفكر من زوايا متعددة الأبعاد أولا إننا نقرأ الفكر باعتباره نصا له سياقه المجتمعي التاريخي وقد جرى عرضه في سياغة اللغوية لها شروطها المعرفية والوجودية زمانا ومكانا إنه منتج اجتماعي أو نشاط اجتماعي تلاحمت فيه الذات والموضوع وله تاريخه النشوئي التكويني التطوري ثانيا إن الفكر باعتباره زمانيا ومكانيا هو الوجه الروحي المعبر عن الحضارة في حركة جدلية مع الفعل الذي هو الوجه المادي لهذه الحضارة فإنه يلزم مع الطراد التغير وصولا إلى التكيف أن تجرى عملية تغذية مرتدة مجتمعية هي في جوهرها نقد وتفكيك للموروث الثقافي وإن هذه المراجعة هي مظهر حيوية وعافية المجتمع الذي تنآ به عن التدهور إلى مستوى النمطية والاتراض العشوائي ثالثا لا تتم المراجعة النقدية إلا في إطار نسق معرفي منفتح وإن أي فكر يظن أنه يعبر عن حقائق نهائية إنما مآله الجمود والتدهور وهذا يعني أن لا نظرية مكتملة وأن لا نظرية منفصلة عن التطبيق فالنظرية فكر نابع من التطبيق العقلاني ومردها إلى هذا التطبيق في حركة جدلية تتوسطها عملية المراجعة أو التغذية المرتدة والفكر والفعل أو النظرية والتطبيق مسألة مرحلية دائما وأبدا لها شروطها الزمانية والمكانية رابعا إن تاريخية الفكر الاجتماعي تعني أنه طبقات يتعين الكشف عنها بالحفر في الجذور لفهم ما هو ماثل على السطح وما هو ثاو في الباطن له فعاليته وكما يقول علماء سوسيولوجيا المعرفة وعلماء النفس فإن فهم الفكرة لا يكون إلا في الحفر في الأعماق بحثا عن النشأة والتكوين والشروط الوجودية في التاريخ واكتشاف أطر المعرفة وأيضا اكتشاف المسكوت عنه والمن في الفعال الذي أخفاه الخطاب أو النص وكما يقول كارل منهاين إن الفهم الأعمق للإنسان أو المجتمع يكون من خلال فهم ومعرفة تاريخية النشأة والتكوين وتطوره وصراعاته ومعاناته ومواقفه إن كل معنى يتعين فهمه في ضوء تاريخ نشأته وتكوينه وفي الصياق الأصلي للخبرة المعاشة التي تشكل خلفيته وفي الصياق الجمعي خامسا تفكيك طريقة تفكير وآلياته وفحص أدوات المعرفة وأسسها ويقتضي هذا نقد بنية الوعي ومكونات العقل ونظام الفكر واستكشاف البديهيات والمسلمات التي يرتكز عليها العقل وبيان تناقضاتها والكشف عن الظروف والملابسات التاريخية التي أسهمت في خلق هذا الفكر ومدى سلطاته التماسا لعقل جديد سادسا تفكيك بنية النص لاستكشاف القواعد أو الشروط الوجودية لظهوره وآليات عمله ومدى ما فيه من إبداع واتبع أي إبداع فعل وفكر أو تبعية لموروث أو وافد أعني بيان كيف قرأ أصحاب الفكر الواقع الاجتماعي وهل كان وعيهم بالواقع الاجتماعي زائفا أم صحيحا إذ كي يكون الوعي الاجتماعي صحيحا لا بد وأن نقرأ بعقلانية ناقدة الواقع الاجتماعي ممثلا في الموروث والبيئة المعاشة في شمول أنشطتها وفي علاقاتها المؤثرة وغياب هذا الشرط يولد وعيا زائفا ويختزل الفكر الاجتماعي إلى شعار عام أجوف عند اليسار أو اليمين سابعا كفاءة وقدرة الفكر على تحقيق آلية التغذية المرتدة أو ما يسمى بالنقد والتصحيح الذاتي وهذا أحد المبادئ التي ركزت عليها التفكيكية في الإشارة إلى نقد النص من الداخل ولكننا نوسعه بالإشارة إلى مبدأ النقد الذاتي في العلاقة بين الفكر والعقل وتوفر آلية نقد الذاتي عقلانيا أسوة بآلية نقد الآخر والأسس العلمية لهذا النقد وبمدى حريته ثامنا أن يكون الفكر نسقا مفتوحا لا منغرقا وهذا ما أكدته أيضا ما بعد الحداثة إيمانا بأن جميع الحقائق قابلة للنقد وأن جميع المعارف في حركة وتجدد مع حركة وتجدد الفعل الحقيقة رؤية مفتوحة وليست مطلقة إن تأكيد علاقة التفاعل الجدلي تعني ليس فقط اعترافا بالتغير بل دعوة إلى يقضة الوعي الاجتماعي للإبداع المتجدد في مواكبة الوعي تاسعا عقلانية الفكر تأسيسا على تجسيده لإنجازات علوم عصره ونقضيته تأسيسا على استعابه لنظريات وتيارات الفكر الإنساني باعتبار هذه وتلك نشاطا اجتماعيا ودليلا هاديا إذ كل من قطعت صلة الفكر الاجتماعي بهذه الأنشطة دوا وبات أسير الجمود إن مستوى الحالة المعرفية للإنسان المجتمع قياسا إلى المجتمعات الأخرى رهن الإطار المعرفي القيمي وصورة الوجود بناء على إنجازات العلوم حين تكون هذه إنجازات المجتمع عاشرا كلية الفكر شمولية الفكر في إدراكه العقلاني النقدي لمختلف أنشطة المجتمع وفي تصوره للإنسان المجتمع كبنية دينامية ليست أبدية وإنما هي حركة ذات توجه ومصار ونتائج إنه التاريخ بفعاليته وهو قراءة نشطة متجددة للواقع كنص حياتي معاش وتاريخ في بنية كلي وشاملة وحيث إنه كذلك فإنه توقع واحتمالات متعددة ثم إن الفكرة يستشرق التوقع الأكثر احتمالا بناء على دراسة نقدية للواقع والإنسان والعلاقات الاجتماعية والتاريخ إن الفكر الاجتماعي في نهاية المطاف هو التشكيل المعرفي والمنظومة الإدراكية التي توحد انتماء أبناء المجتمع وتسوغ مشروعهم الوجودي القومي وحين يفقد الفكر الاجتماعي هذا الشرط فإنه يكون مشرد خطاب والخطاب هو أحد صور الوعي بالواقع الاجتماعي متضمنا موقفا عبارة عن أطروحات ذات دلالة من حيث فهم الواقع والقضايا التي يطرحها الواقع أو تصورات بشأن أزمة الواقع وما قد يراه الخطاب على لسان المخاطب من حلول ومن ثم يكون الخطاب عادة موجها من طرف إلى طرف آخر معني بالموضوع أي من المخاطب إلى المخاطب تأسيسا على علاقة تواصل حقيقة أو مفترضة بين الطرفين في موضوع الخطاب لذا فإنه آلية اجتماعية للسلوك ودعوة إلى تحديد مسار النشاط الاجتماعي والتأثير عليه عبر الأفراد وينصب الخطاب عادة على أحد الأنشطة الاجتماعية التي يراها المخاطب القناة الموصلة إلى الهدف المنشود أي إنه يفتقر إلى الكلية والشمول وإن كان هذا لا يمنع كونه فكرا نسقيا نابعا من نظرة كلية أي رافضا ولهذا لا يصف بأنه نسق معرفي متكابل أو إطار معرفي قيبي للمجتمع ولا يفطي إلى قطيحة معرفية